أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قلينة عاهلة البلاد المفدة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن بارغ شكرها وتقديرها للمشاركة الواسعة من داخل وخارج المملكة في معرض البحرين الدولي العاشر للحدائق الذي تعود بدايته الأولى كحدث وطني إلى الخمسينات من القرن الماضي أي كان يحظى بمتابعة ورعاية حكام البحرين منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد الخليفة حاكم البحرين والمغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثرى سموها أكدت أن هذه المشاركة تعكس ما وصل إليه المعرض خلال عشر سنوات كمعرض زراعي دولي يقام على أرض البحرين من سمعة عالية بفضل ما يتمتع به من دعم سام ومساندة من جلالة الملك المفدى معربة سموها عن البالغ تقديرها لحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء افتتاح المعرض وما يمثله من دعم للقطاع الزراعي في المملكة وأوضحت سموها لدى استقبالها صباح اليوم عددا من الوزراء المعنيين وممثلين عن كبار الشركات المشاركة والدعمين لمعرض البحرين الدولي العاشري للحداق إضافة إلى أعضاء المجلس الاستشاري للمبادرة واللجنة المنظمة أوضحت سموها بأن المعرض تميز هذا العام بالسعراضي وبيان أهمية التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي التي تساهم في الحدي من التحديات والتي تواجه زيادة وتنويع الرقعة الخضراء في مملكة البحرين وذلك عبر التقنيات الحديثة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية التي تتناسب مع ظروف البيئية والديمغرافية لمملكة البحرين واعتبرت قرينة أهل البلاد المفدة أن ما تميز به المعرض هذا العام هو الاهتمام الملحوظ من جانب العارضين بالبعدين التجميلي والبيئي من خلال الابتكار في طريقة العرض والتشجير ما أضاف إلى مضمون المعرض ورفع من حرفيته منوهة سموها بمساهمة القطاع الخاص في دعم المعرض الأمر الذي يعزز من الشراكة الدائمة ويؤكد الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع البحريني وقالت قرينة أهل البلاد المفدة أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تسعى ومن خلال الشراكة مع الجهات المعنية لتحويل الأفكار إلى مشاريع وهمية تأهيل الكوادر البشرية وتوفير فرص عمل جديدة بما يدعم ويسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وقد أعلنت سموها عن موضوع معرض البحرين الدولي للحداق لعام 2015 ليتناول فرص التعليم والتدريب والتهيل المتاحة محليا ودوليا للرغبين والمهتمين بالمجال الزراعي متطلعة في هذا الصدد إلى أن تتخذ الجامعات والمعاهد في المملكة المنحة لإطلاق دبلوم خاص بمجال الزراعة ترجمة نانسي قنقر